كذلك أصدر الصحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن تشكيل مجلس ضاحية سهيلة في مدينة كلباء ونص المرسوم على أن يشكل مجلس ضاحية سهيلة من الأعضاء أحمد خليفة سعيد النقبي جاسم محمد عبيد الشحي راشد سعيد عبيد بن فريش الكندي سالم خليفة سالم الدهماني سلطان عبدالله سلطان عياف الوشاحي صالح علم حمد جاسم البلوشي عيسى مراد محمد الدرويش ونصت المراسم على أن تختار المجالس رئيسا ونائبا للرئيس في أول اجتماع لها من بين أعضائها بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين ويحل نائب الرئيس لكل مجلس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلوي منصبه وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تحدده اللائحات التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى ونص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في كل مجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم ترجمة نانسي قنقر